اناس كتير بتسأل ان هم بيش بيشوفوا الفيديوهات بالترتيب. اه بس ان انا اناوه ان انا اي فيديو بينزل بيكون له بلاي لست فيه لكل صف. لكل صف بيكون لهم بلاي لست اه كاملة بينزل عليها فيديوهات الترمي كاملة وبالترتيب. كل اللي انت هتعمله بس ان انت تضغط هنا على اسم القناة. وبعد كده هتلاقي هنا في حاجة اسمها بلاي لست او قوائم التشغيل. هتقعد بها تتصفح وتشوف الصف الدراسي اللي انت بتتبعوه. وبعد كده هتلاقي كل الفيديوهات نازلة بالترتيب. وتنساش ان انت دعمنا باللايك. ولو انت لسه او مرة تتفرج علينا. ياريت تشترك في القناة. هنا اول حاجة عندنا هنا في اول بيقول لك ايه? بيقول لك هنا اظن السؤال سهلة جدا. وكلكم بطرف تحلوه. طبعا انت بتعمل انت عشان تحيل مسألة. كنا احنا بنعمل ونعمل 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 والنمبر اللي بيكون اللي هو السبن بتحطنا في الدرماني دور. وبعد كده بيكون عندك هنا 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 ايه? سيرتي فايف. فور منتبل اي سيرتي فايف. وبعد كده ممكن انت تعملها على كالكليتور. او احنا هنعملها من غير كالكليتور سيرتي فايف بهاد السبن يطلع لك هنا فايف. بيكون ايكولز اتوين. يبقى في ال اكس هنا هطلع لك بكال بتوين. عملنا كروس برو دكتور الموضوع كان سالي جدا. طب هنا بقول لك فورتي اوفر تو اكس ايكولز في فايف اوفر سبن. نفس الكلام برضو هتعمل كروس برو دكتور. ونكتب هنا تو اكس ركز في الكلام ايكول ونعمل بور والنمبر اللي بيكون opposite الوقت 5 بيتكتب هنا في وعندك هنا 40 x 7 40 x 7 المسألة دي فانت هنا هتعمل ايه هتعملها على الكالكليتور وهي مش محتاجة الكالكليتور هتلعنا هنا 40 x 5 هتكون هنا عندك بيكون هتكون 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 ركز بها معا كده هتكون عندك 8 x 8 8 x 7 8 x 7 او ليه احنا هنصعب الدنيا ليه نمسك الكالكليتور ايه هنصعب ليه ونقول له فراكشن اولو 40 7 المفروض بقى خلي بالك انه عندي هنا 2 x انا عندي هنا 2 x فهنعمل 56 دي ديفايد 2 56 دي نعملها هتطلع لك هنا يبقى هتطلع لك بكام هتطلع لك بي 28 هتطلع لك بكام هتطلع لك هنا بي 28 يبقى فكرة المسألة ان انت عملت cross multiplication وبعد عملتها الكالكليتور طلع لك هنا 56 انت عندك هنا في 2 x فالنمبر اللي انت طلعته ده لازم اعمله divided 2 لازم اعمله divided 2 طب لو كان هنا في 3 x هنعمل divided 3 طب لو كان في هنا 4 x هنعمل برضو divided ال 4 طبعا السؤال اللي بعديه هنا بيقول لك 1 over 3 equals 2 over y plus 1 نفس الكلام برضو هنعمل cross multiplication هنعمل هنا cross product ونكتب دي الاول y plus 1 equals بنعمل power اللي قصد y plus 1 ده بيتكتب فيه في terminator و 3 multiply 2 3 multiply 2 طبعا انت عندك 1 هنا في terminator ماليوش اي لازمة 1 هنا في terminator ماليوش اي لازمة فبيكون عندك y plus 1 هيكون equals 2 multiply 3 equals 6 هنودي 1 دي ناحية تانية فالواي هنا بتكون equals x ال 1 على فكرة او ممكن لسه ما خدناش الاكواجين 1 plus what equals 6 1 plus what equals 6 هيكون 1 plus 5 يبقى y value في هنا تلعلك بكام 5 يبقى هنا value في y هيكون equals 5 تمام هنا بيقول 7 2 8 d2 على فكرة equals 21 2 x فانعايز value x اللي قصاد هنا في الدرمنية ويكتب هنا 7 وبعد كيف نكتب 21 multiply 8 21 divided 7 يتلعلك 3 3 by 8 24 يبقى كده ولا كده المسألة سهلة هل يطلب مسألة كده خلصت لا قلق لك حسنا x plus 5 x plus 5 24 plus 5 24 plus 5 يطلع لك 29 يبقى الانصر يطلع لك هنا سنقوم cross multiplication والx والاقصاد هنا سيكتب هنا في الدرمنية يبقى 20 ويكتبنا 25 multiply 36 على الكالكيليتور هنا نعمل 25 multiply 36 over 20 equal 45 وخلصت ندخل باب في المسألة الثانية هنا يقول لك عمر put eight apples for 60 bound how many apples of the same type can he buy for 105 bound عمر put eight apples for 60 bound اشترأ هنا عمر قد 8 طفحات بقدي 60 bound قلنا المسألة ده عشان تحلى bar equal bar وقال هنا eight apples هنكتب eight apples 60 bound هنكتب 60 bound L E وقال 105 bound 105 تكتب فين فوق هنا في النيبراطور وراء النيبراطور بزداء هتكتب عشان هنا L E هتكتب قصد من L E هتكتب قصد من L E هنكتب 105 L E هتكتب 105 L E ونحط هنا X ونحط هنا X يبقى من تاني برضو المسائلة زي ديت عشان في ناس كتير جدا برضو بتنساها ناس كتير جدا بتنساها هنتعدك هنا هتعمل ايه هتعمل بور اكو البور وبعد كده قال لك هنا عمر بوت 8 apples هنكتب هنا 8 apples 60 bound 60 bound ل L A وقال لك 105 bound هي 105 تحط في قصد bound 105 LA هتتحط قصد 105 LA دي فكرة المسألة ونحط هنا X أو M أو أي كان ونتعمل cross product هتعمل cross product هقوله X equals النمبر اللي بيكون قابل X سيكون عندك 60 وهيكون عندك 8 multiply 105 تفتح بالك الكلية وتعملها هقوله 8 multiply 105 8 multiply 105 وقاله over 60 هقوله equals هيكون عندك 14 يبقى value في X سنطلع لك بكام value في X ستطلع بكام 14 14 ده كده value بتاعت mean X طيب شوف السؤال بعد هنا يقولك 8 over X equals five tenses فنعايز value بتاعت X طيب أنا عارف إن 8 over X five tenses five over ten وبرضو ستعمل cross product يبقى القصد X يكتب هنا في در مليد اللي هو 5 وهنا 8 multiply A 10 ستعمل 5 10 divided 5 equals 2 أو ممكن اعملها بالكالكليات 2 multiply 8 equals A 60 2 multiply 8 equals A 60 هذه كانت فكرة A المسألة يبقى هنا هيكون equal 16 لا مشكلة في المسألة دي 18 over X plus 2 equals 9 over 12 فأنا أعزل value بتاعت 3x أعزل value بتاعت 3x ستعمل cross product ونكتب هنا X plus 2 equals par اللقصاد هنا 9 بعد 18 over multiply 12 ستكون equal سنفتح الكريتور وهتعملها ستطلع لك 24 لكي ننجز فقط الوقت ستطلع لك 24 كل ده 24 يبقى X plus 2 equals 24 وعزل value of X 2 plus 1 equals 24 2 plus A يتطلع لك في الاخر 24 2 plus 1 equals 24 ستكون equal 22 أو ممكن تعملها بطرية تانية زي طرية الإكواجين سنودي 2 هناك بال A بال minus فهتباع X equals 24 minus 2 الإكواجين سنودي 2 other side بال minus ستباع X equals 24 minus 2 22 22 يعني X equals 22 هل يطلع مسألة خلصت لا لا لي لأنه جاء في الاخر قال لك هنعزل value 3 X جاء لك في الاخر هنعزل value of 3 X يعني 3 multiply X اللي احنا طلع لنا كان 22 3 multiply 22 هتطلع لك في الاخر يطلع لك 66 بنعدي المسألة دي من ثاني هنعمل cross product هيكون عندك X plus 2 equals بنعمل bar القصد X يكتب هنا في 12 هتطلع لك بكم كل دوات كل دا يطلع B24 يعني يكون عندك X plus 2 equals 24 وبعد كده هنوادي 2 دي هناك عشان نظام الéquواجي X equals 24 minus 2 يعني X هتكون equals 22 value في X هتكون equals 22 هل يطلع تكريح حالات المسألة لا طبعا لانه جاء لك هنعز 3 X يعني 3 multiply 22 هيكون 66 ودي كانت فكرة المسألة خلاص يعني زهئنا من نفس الفكرة بس خلي بالك السؤال دا حالو دا مش نفس الفكرة كنت تفكر ديت 4 14 over X equals Y over 7 فأقول لك انا عايز value 2 x y سؤال جدا السؤال دا كويس قوي هنعمل اهل في المسألة دي اعمل cross product كده لو عملت equals 14 multiply 7 equals ايه 14 multiply 7 يعني 14 multiply 7 هتطلع لك 14 multiply 7 هتطلع لك 98 ركز في الكلام ركز في الكلام انت عملت cross product X multiply Y equals 14 multiply 7 equals 98 equals ايه 98 خلصت المسألة لسه ليه لانه قال لك انا اعز الvalue بتاعت 2 X Y 2 ما بين 2 والX Y هنا في multiply دي اسمه coefficient يبقى multiply 2 multiply الvalue بتاعت الX Y اللي انت طلعته اصلا ب 98 سؤال جميل او السؤال دا 2 multiply 98 هتطلع لك نب كم يعني 2 multiply 98 98 هتطلع لك ديبك على الكالكليتور اقول 2 multiply 98 هيكون 196 يبقى تاني 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 نعمل cross product او putter fly او cross multiplication x multiply y هيكون x y 14 multiply 7 98 لحد كده تمام تاني مجمع مجمع لك ايه انا اعز 2 x y 2 x y يعني double يعني 2 multiply x y اللي انت طلعتها وردي اصلا يعني اقول له هنا انا عايز 2 x y يعني 2 multiply ال value بتاعت ال x y دليها بكم 98 طلع لك بكم 98 يبقى هتطلع لك بكم بقى هتطلع لك 196 اما حاجة تشغل دماغك تاني احنا عملنا ايه تاني اوت عملنا cross product ال x multiply y x y مش المفروض نحن مش عايزين نتكلم فاكتير عشان ما تصعبهاش x multiply y x y 14 equals 14 multiply 7 98 جاء لك انا عايز ال value بتاعته 2 x y يبقى 2 تعرف على طول ما بين ال number وال letters او ال variable فيه بينهم multiply اللي علاقة بينهم فيها multiply يبقى 2 multiply ال x y اللي احنا طلعناها اصلا بكب 98 على الكالكليتور 196 طب دي السؤال ده جميل اوي 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 هتعمل نفس الحركة برضو هتعمل cross product x multiply x ممكن نكتبك x multiply x equals 2 multiply 8 equals 16 انا برضيتش اقولك مثلا x multiply x اذا ما انت خطافي 6 equals x or two معنى السؤال هنا اني بقولك number times itself equal 16 خلي بالك مش اي 2 numbers equal 16 مش اي 2 numbers equal 16 انا بقولك number times itself equal 16 number times itself equal 16 اللو مين اللو مين 4 يبقى ال value بتاعت ال x نتطلعنك بكام 4 عشان 4 times 4 equal 16 4 times 4 هتكون equal 16 يبقى ثاني ممكن يجبلك مسألة زياء يومي لك ايه بص يومي لك ايه 4 over y equals y over 9 4 over y equals y over 9 برضو هتعمل cross product برضو هتعمل cross product واطلع لك y multiply y y multiply y 4 times 9 equal 36 4 times 9 equal 36 4 times 9 equal 36 هنا بقى number times itself equal 36 number times itself equal 36 number times itself equal 36 هيكون ايه 6 by 6 يبقى ال value بتاعت ال y هتكون equal 6 value of y هتكون equal 6 طب ممكن برضو example تاني تعال يجيولك مسألة هنا ايه 24 over m equals m over b b 24 25 multiply 4 اذا لو جاي نعمل cross product m multiply m هي بقى m multiply m 4 multiply 25 هتعمل لك هنا ب100 number times itself equal 100 number by a تعمل لك 100 10 10 by 10 يبقى ال value بتاعت ال m هتطلع لك بكم هتطلع لك بال 10 دكت فكرة برضو السؤال 3 a equals 4 b فانعايز value a over b هنعايز value a over b ديت من ضمن البوربرتيز بتاعت الراشيو من ضمن البوربرتيز بتاعت الراشيو من ضمن البوربرتيز بتاعت الراشيو يبدله مع بعض يعني a بتاخد او النبر بتاع b وال b بياخد النبر اللي عند a بيبدله مع بعض يعني a هتاخد النبر بتاع b تاني قال لي ما يجي يقول لي انا عايز ratio a over b ال a تاخد النبر بتاع b على طول كده ال a ياخد النبر بتاع b الناحية التاني اللي هو 4 وال b ياخد النبر بتاع الا حتى لو عكس حتى لو عكس يعني ما يقول لي مثلا 3x equals 2y يقول لك انا عايز y over x ال y هياخد النبر بتاع النحية التاني الوقت 3 وال x خلاص بق 2 يكون عندك 3 over 2 ركز لان انت بتاخد معلومات كتيرة ركز في كل معلومة انت الوقت مطلوب منك انك تفهم كل سؤال مش مطلوب منك انك تحفظ السؤال ده بالاسئلة اللي قبليها والاسئلة اللي جاية لا طبعا مطلوب منك دلوقتي ان كل سؤال تفهمه بعدكنا ان شاء الله تراجع تاني بالفيديو تراجع تاني بالفيديو هتلاقي الدنيا معاك تزبطت بتثبت المعلومة تمام؟ تمام؟ بيقول لك هنا ايه مكدي يمكن تحفظ 75 متر في 25 سنوات اذا كان تحفظ الوقت ماهي تحفظ الوقت في ال اكس يحتاج 300 متر دي بالزبط عملة زي مسألة الابلز والباوند والكلام ده بالزبط لما يجيب لك هنا 2 يونيتس لما يجيب لك هنا 2 يونيتس سنعمل بار اقوال بار وتكتب ايه هنا 75 متر 75 متر 25 سنوات هنا اكتب انا 25 سنوات طيب 300 متر دي تحط فيه تتحط قصد المتر المتر قصد المتر بس وهنا ايه بقى ال اكس بقى بس وتعمل يبقى ال اكس بتكون ايكولز النمبر اللي بيكون اوباست ال اكس اللي بس 75 وعندك هنا 25 ملتبلاي ايه 300 هتعملها على الكالكليتور يعني كل ده تكتبه على الكالكليتور طبعا انت بتار تستخدم الكالكليتور هيطلع لك في الاخر ب100 خلاص يبقى كل ده هيطلع لك بكام ب100 بس وده كانت فكرة اللي ايه المسألة يبقى لما يجيب لك 2 يونيتس على طول كده بار اقوال بار ممكن تحلق بتار تانى اللي هيطلع ممكن برضه هي اياه اصلا هي اياه مبيش اي مشكلة السؤال ده جامل اوي اوي 15% of x equals 20% of y what is the value x over y او ممكن يقول لك ال x to y تعني كتبه اتاني كده 15% Of X Equals 20% Of Y عايز اقولك على حاجة ايه دي اد اسمها Equation الاكسريريشن اللي قدامك دي الاكسريريشن اللي قدامك دي دي اسمها Equation شوف الاكول دي اسمها Equation كده اسمها ايه Equation معناه اي يعني معناه ان بيكون عندك هنا two sides هنا بيكونوا equal يعني left hand side بيكون equal as the right hand side السؤال بسيط جدا بس ركز معايا فيه يبقى انت كده عامل زي comment balance زي الميزان بيطلع الكافتين اتبعات فانت هنا عندك ايه 15% of the X equals 20% of the Y اه كل اللي انت هتعمله هتشيل المتشابه فين حاجة متشابهة ايه رأيك بتيجي كده cancel متشابه كده ال percent تمام اه ال percent نعمله بالاسود ال percent وال percent وكلمة off وكلمة off بقيت عندك ايه 15% of the X equals the A 20% of the Y over 15% هتطلع لك 4 over 3 وهتقوله طبعا انا مش فهم حاجة اطللي برضو انا مش فهم حاجة نعيد تاني انت عندك هنا انا عرفتك بكلمة equals بيطلع لك هنا ايه? ايه? بيطلع لك هنا 2. 2 sides هنا بيكونوا equal. بيطلع لك هنا 2 sides هنا بيكونوا equal. يعني هنا بيقول لك 15% المتعمل من المتعمل من المتعمل علامة البرسنت دي وعلمة البرسنت دي وكلمة اوف دي وكلمة اوف دي هتلالك كيف الاخر 15 ال x equals 20 y وعايز ال x to y او ال x over ال y قولنا ال x over ال y x over ال y ال x هناخد النبر بتاع ال y هتلالك هنا بكام ب 20 ال x هتاخد النبر بتاع ال y 20 over وناخد النبر التاني وال 15 تعملات سمبل فاية على الكريتور لان طبعا اي ريشيو اي فراكشن هتكتبه لازم ان يتكتب in the simplest form هيتلالك في الاخر بكام هيتلالك هنا 4 over a 3 يبال x to y او ال x over y 4 to 3 او ممكن تكتب بطرق تانية 4 to 3 سؤال حلو على فكرة وكان جاي من ضمن اسللت المتفوقين عندك في كتاب المعصر بوس 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 جاب لك هنا برضو two units هنا بيكونوا different two different units تعمل bar equal bar على طول على طول وتوم كاتب هنا four eggs هذا الفور eggs 160 160 تاب والنمبر 5x تكتب قصد ال x five eggs وهنا بنحط ال x وتعمل cross product يبال x equals النمبر اللي بيكون opposite ال x اللي بيكون عمدها كده four 160 multiply a five على الكالكيليتور اقولوا هنا per 160 ومالتبلاي five over four equals 200 يبقى اقول له هنا ايه 200 حاجة بسيطة جدا طب هنا بقى بيدخلك في حاجة تانية بقولك ان a with three with four with d are proportional انا عايز find the value to a d سؤال جميل جدا 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 بس طول ما انت فاهم اعترفت حال عود نفسك انه هيجيب لك افكار انت في الاعدادة موزي اللي ابتدائي يعني موز شرط اللي احنا بنحل ويجيبنه في الامتحاد قلي بالك انت بتفهم وبعد كده بقى هو باب بيبدأ يلعب عليك في حاجات البسيطة التفاصيل البسيطة انت لازم تكون مركز طب تعالك كده اقولتلك قبل كده لما ييجيبلي بتاع موضوع ال-proportional ده كنا بنعمل ايه bar equal bar وبنكتب كل النمر زريب نفس ال-order هنا ال-a بعد كده three بعد كده four بعد كده d نفس ال-order بنفس ال-order a three four d وبتعمل cross product او ال-poter fly او ال-cross multiplication هيكون عندك هنا ال-a multiply d هيكون عندك هنا ال-a multiply d طلع لك هنا a d three times the four equals the a twelve three times the four equals the twelve بقى عندك ان ال-value بتاعت ال-a d ب12 احنا حالين واحدة شبهها من شو هي بيقول لك انا عايز ال-value بتاعت two a d يعني two multiply ال-a d اللي انت طلعتها بكام ب12 two times the twelve بطلع لك بكام هنا ب24 واحد يقول لها مثلا انا ممكن احلها بطرقة تانية ان انا اعمل ال-a multiply d three multiply four ماشي صح بس انا بحب هنا الطرقة دي ليه؟ بنسبت المعلومة بنسبت طرقة الحالة هنعمل bar equal bar وبعد كده و بعد كده بتلاقي عندك ايه هنا لو جلت لاحظ هتلاقي n بناخد ال-a بنفس ال-order بعد كده 3 بعد كده 4 بعد كده d وبعد كده بتعمل cross product a multiply d اضبط بقى اضبط a multiply d هتلاقي عندك ايه دي three times the four equals the twelve 12 بيقولك انا انا اعزل value بتاع 2-a d يعني 2 multiply ال-a d اللي انت طلعتها اصلا بكامب 12 2 multiply d هيكون equals 24 هيكون equals 24 يبدأ equals 24 في حاجة في القلم سوف نكمل كده if 100 grams of chocolate gives 300 calories زنزق برضو شوف برضو بص بص two units برضو هنا مختلفين two units هنا مختلفين حنو بار equal بار بار equal بار بار عنا كنا 100 gram فعنا كنا 100 gram 300 calories فعنا كتب هنا 300 calories وهنا بيقولك 30 gram يبقى الجرام قصد الجرام برضو هنا 30 gram هنا بقى نحط ال-x وتعمل cross product النمبر اللي بيكون opposite ال-x بيكتب هنا في terminator وده multiply ده 300 multiply 30 يطلع لك في الاخر 90 على الكالكوليتو يبقى ال-x هنا بيكون equals 90 يبقى value في ال-x هتكون equals 90 هنا بقى برضو نفس الفكرة هتعمل cross product يبقى value بتاعت ال-x النمبر اللي بيكون opposite ال-x الوال 5 بيكال 4 multiply 7.5 فهيتطلع لك بكم يعني عمنعك الكدر تطلع لك ب6 تقريبا نمبر 4 multiply 7.5 أقول over 5 equals ألاك هنا 60 هنا بقى بيقول لك انت كده تطلعط ال-x ما تستعجلش وتقوم بقيل ايه خلاص انا كده خلصت فال-x plus 4 ال-x لا 60 60 plus 4 هيكون equal to 64 سؤال سهل مباشر ما بيش في حاجة سؤال انا بقول لك are 15 over 25 خلي بالك ان انا جايب لك مراجعة بسايب لك تفصيلة في المنجة على فكرة بسايب لك تفصيلة are 15 over 25 5 and 30 over 60 are proportional or not احنا كنا علشان نتكر عشان نقدر نقول are proportional or not ولو جاء لك بصر برضو why ليه كنا احنا بنعمل ايه cross product cross product يعني بنعمل 15 multiply 60 و 25 multiply 30 تعال كنشوف 15 multiply 60 بيكون equal to 900 و 25 multiply 30 قال لك 750 عشان كنا بقول لك not proportional لو جاء لك why قال لك because عرفك دي اجابة بقول لك because 15 multiply 60 not equals 25 multiply 30 دي اجابة من ضمن الاجابات تب واحد تاني يقول لك اجابة تانية يقول لك مثلا product product of extremes not equal not equal product of means not equals product of a means يبقى دي صح ودي صح طبعا انت عندك دولة 15 وال60 ديات دول اسمهم extremes و 25 multiply 30 دول اسمهم means فتخلي بالك ما تعتقدش مثلا ان في دماغة كان السؤال ده مش يجي في الامتحان لا اي سؤال بيجي في الامتحان اي فكر انت محتاج انك تفتكرها لانه هو بيلعب عليك على فهمك مش عالمسال لانت حلتها هو بيلعب علي حتة الفهم مش عالمسال لانت حلتها يبقى احنا دلوقتي عشان نعرف ان 2 number دوت هيكون proportion or not جابنا 15 multiply 60 طلعت هنا من 900 ويهي 30 multiply 25 اطلع هنا 750 فعشان كده بقوله هنا ايه not proportional ليه لانا اقوله هنا product of extremes not equal the product of المين او ممكن اقوله دي برضو بالعالم دي اسمه نطق اكوال ترجمة نانسي قنق